دكتور حضرتك يعني لك دراسات متعددة لأجزاء كثيرة من العالم لكن عندك دراسة عن إصراع الصيني الأمريكي يعني إلى أين وصله؟ يعني لو رجعنا للتوصفات اللي استخدمها للطرفين الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين هم يصفوا هذه المرحلة بأنها مرحلة التنافس الاستراتيجي بمعنى أنه التنافس أمر منطقي وأمر يعني ظاهرة معروفة في العلاقات الدولية لكن حرصهم على استخدام أو هذا التوصيف والوقوف عند هذا المستوى التنافس الاستراتيجي أمر طبعا يعني في رأيي هدفه الأساسي هو أنه كلاهم يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين كل منهما لم يقرر بعد أنه مستعد للدخول في مرحلة الصدام وطبعا أقصد الصدام العسكري أو الصراع الكبير لأنه كل طرف يدرك بالتأكيد تكليف وقوة الأخر أيضا تكليف هذا الصدام ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية لكن الصين أيضا الصين مازال تكيفها أو توصفها لمرحلة الصعود الصيني الصيني هو أنها مازالت قوة دولة نمية مازال إدركهم طبعا أنه مازال لديهم مشكلات كبيرة جدا لم تحسم هناك مشاكل داخلية تتعلق بالفجوة في معدلات التنمية ما بين الأقاليم السحلية في الشرق وأقاليم الوسط والغرب والجنوب لديهم مشكلات طبعا تعدد عرقي وديني ولغوي ضخم جدا هناك تطابق في خطوط الانقسام أو التمايز ما بين القوميات ومعدلات الدخول هم لديهم تكيف أو توصيف دقيق لطبيعة المشكلات في مواجهة هذه المشكلات في الصين هل استطاعت الصين أنها تستوعبها أم لا؟ في رأيي حتى الآن طبعا تستوعبها استوعبتها أولا طوال العقود السابقة منذ أن بدأت عملية التنمية في نهاية عقد السبعينات لأنه لم تحدث أي مشاكل كبيرة داخل الصين لم نسمع عن صراعات عرقية أو دينية أو صراعات بين الأقاليم المتقدمة نسبيا والأقاليم غير المتقدمة رغم كل هذه الأزمات لم نسمع عن هذه الصراعات والبالي كان نجاح في حد ذاته الحديث طبعا نجاح كبير لكن النجاح الأهم أنها بدأت تتعامل مع هذه المشكلات يعني بدأت تسرع عملية التنمية في الأقاليم الأخرى في الوسط وفي الغرب وواحد من أهداف مبادرة الحزام والطريق هو توفير أسس عملية النمو الاقتصادي والتنمية في الأقاليم الداخلية أيضا نجحت فيما تعلق بزيادة في نشر عملية التنمية أدى إلى خروج ملايين من تحت مستوى يعني خط الفقر إلى الطبقة الوسطى واحد من مشكلات الآن في الصين هو أن الطبقة الوسطى اتسح حجمها بشكل كبير أصبح عبق على عملية التنمية بمعنى أنه على سبيل المثال أنماط التغذية أو أنماط الاستهلاك تغيرت بشكل كبير لم يعد هذه الطبقات أصبح لديها طموحات وتطلعات في أن تكون جزء من العالم بمعنى أن أنماط استهلاكها تميل أو تتجه إلى الطابع الطرفي إلى الاعتماد على سلع يتم توفيرها من خلال من الخارج فبالتالي ده أصبح عبق يعني النمو الكبير في حجم الطبقة الوسطى أصبح يمثل مشكلة لأنه يعني تبعه تغير كبير في أنماط الاستهلاك وأنماط الغذائية إلى آخره فبالتالي ده خلق ضغط على الاقتصاد الصين وأنه أصبح يعتمد على تأمين حاجاته من الخارج وده جزء من اللي وفر للولايات المتحدة الأمريكية أنها تمارس ضغوط على الصين لأنها بدأت تتحكم في سلع مهمة بتعتمد عليها أو بيستهلكها الطبقة الوسطى في الصين مثل إيه؟ زي اللحوم على سبيل المثال الفول فول الصوية ونفس الأمر فيما تعلق باستراليا الصين كان بتستورد من أستراليا يعني سلع عديدة بالأساس هي جزء من طلب الطبقة الوسطى داخل الصين لكن في نفس الوقت الدولة الصينية تتعامل مع هذه المشكلات بخطط يعني ممنهجة ومدروسة وبالتالي ليس من مصلحتهم يعني الدخول في الصدام مبكر أو صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ربما الطرفين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يدرك أن الصدام حتمي أو الصدام لا مفر منه وحسب بعض نظريات العلاقات الدولية هي بتؤمن بهذا أو بتؤكد يعني بمقولاتها بتقول أن عند لحظة معينة سيحدث الصدام من بين القوى المهمين على النظام الدولي وهلولايات المتحدة الأمريكية حاليا والقوى الصاعدة هم لديهم يعني تحليل ورجعوا إلى وعلى رأسها الصين طبعا هي الصين هي المصنفة القوى الصاعدة الرئيسية في النظام الدولي في هذه المرحلة القوى الأوروبية طبعا هي معظمها يعني أو جزء منها حسم قضية الصعود أو قضية التنمية وليست في الصدام مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليابان رغم أن اليابان أصبح لها وزن مهم في النظام الدولي لكنها في علاقة يعني استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية فإحنا النظريات لعلاقات الدولية اللي هي المعنية بشكل التحول أو كيف يحدث التحول في النظام الدولي بترجع أو بتصنف بتهتم في هذه الحالة بالقوى الصاعدة التي لها توجهات أو تناقض في المصالح مع القوى المهيمة